ما تديش خيار دلوقت. ما تدي خيار لي يا بيت? الاخبار يا شباب. معكم محمد جمال من قوة العميدو. حلقة جديدة في محاكي الشاحنات. والحلقة دي يا جماعة ان شاء الله هنروح لماب المنجم او طريق المنجم بناء على طلب كتير من كم. المهم معنا حمول الغاز طبيعي المفروضة هي رايحة للمنجم نفسه. فهيبقى الموضوع ممكن يبقى صعب ممكن يبقى سهل الله واعلم. بسم ممكن تنزل. تريد ما لازم نشغل العربان بتاعتي. ايوة نزل يا مدير الله يعطيك الف عافية. مع العلم يا جماعة ان احنا الوقت هنلعب بالمنجم في بعد كده ان شاء الله ربنا سهل وهنبدأ ندخلها في ان شاء الله ربنا سهل. وده لو وصلتوا المقطع يعني نقول مساء اربعة الاف لايك اربعة الاف لايك ان شاء الله وهننزلها اون لايك ان شاء الله ربنا سهل. في البداية لو انت جديد اول مرة شوفنا السيش اللايك والاشتراك في القناة. صلاة الحبيب. حسنا سلام صلاة الحبيب جلبك طيب. مبدأين يا جماعة انا جبت الصراحة العربان المرسيدس دي والعربان دي يا جماعة قوية جدا لدرجة ان هي هتدى بتشد الواحد وعشرين طول ان احنا شدينهم وورانا دول بكل سهولة ان شاء الله ربنا يسهل وربنا يسطر في نفس الوقت باني بصراحة عارف انت لما يبقى تحت ايدك عربية انت مش متمكن منها او اول مرة تعملها وكده يدب بخايف حبيتين تلاتة يعني فربنا يسطر ان شاء الله عبيت اشكركم على الدعم الرهيب اللي جاء على السلسلة والله العظيم بصوا انا بصراحة مش متوقع يعني ما عاجل شاحنات دايما بدخلها كده انا وادر بس بصراحة بفكر اليومين دول انها ركز عليها كده يعني ففهم انت الوضوع ازاي وفيه من نقعة اللي عميمين ده احنا عايزينك بقى تسافر وتحكي لنا قصص وبتاعه دنيا فان شاء الله برضو ربنا يسهل احنا يا بقى جماعة هنزبط كده الحلقات يبقى فيه مقطورتين غاز لك انت تتخيل مش مقطورة واحدة وبصراحة ربنا يسطر وعرف هامش بيهم في طريق المنجم لان بصراحة ما عرفش بصراحة ليه بعمل في نفسي كده ترماجي مقطورة واحدة وامش بيها اقولت لا خليني اعمل حاجة في مقطورتين انا لن اتنازل واتجرب قدرتي في السواية والدنيا دي كلها بسم الله سمع سطر عبا اعمل ازاي? شوف من اولة على طول سويت بما انت تفكر يا معلم بسم الله الرحمن الرحيم ايوة اهم حاجة على الشمال دي ممكن تفتح لي برضو على يميني نشوف برضو بالمرة يا انا هربت كده كده بداري على الكاميرا فمش هتباني قوي يعني شو يا جماعة? والله ده ايه ده ده تحس العربية حتى في النازل لو اتطلعة خايفة دوس بنزين اللي هو ايه خلاص معتادة على الحمل التقيل بتفرمى لوحدها. ودي احلى حاجة خلي بالك اوه حسيت نفسها البس لحزة كنت ببص على شاشة الموبايل اشوف كده التسجيل بتاعي شغاله اوه اوه شغال زي العسل اوه يا نهار ابيض بص بقى شوف دخل الطريق المنجم يا جماعة شوف الشكل ايه لا اه عايز يستمع الجنب بشوف شو جماعة الشكل عامل ازاي? يا نهار ابيض على المقطورة انا بصراحة مش عارف يا جماعة مش عارف هعمل ايه ده التحويلة دي صعبة جدا. نحنا لازم نوسع على الاخر والله يا لهوية على الدخلة دي. والله ما عارف يا جماعة عامل ايه? الدخلة ده تب صعبة شوية. فانا بصراحة لانا بفكر عامل فيه كده مسلا واحنا لفنا كده براحتك يا سنة سنة واللف واللف بسم الله ان شاء الله هتدخل يعني ان شاء الله هتدخل ايوة احلى حاجة جماعة ان النقل اللي معانا ده مش ببوز لان البوز كان محور بوب اكبر من الاوروبا بكتير فبالتالي يعد زهق فينا محتاجة طبعا طرق كبيرة والكلام ده كله بسم الله ايوة على مهلك يا سلام لا جماعة هتيجي مني على فكرة صح? هتيجي هتيجي هتيجي. جاية جات جات صح? هدوس. اه والله جات يا جماعة. جات جات بسم الله ما ان شاء الله بس برضو خلايا موسعين كده شوية مبصي كده برضو قدام اه في بيت هنا شفته كنت هلبس في الزلة ما اخدت شوية منه بس ان شاء الله اعرف هتطلح ان شاء الله هتطلع هتطلع بسم الله بس المقطورة اللي ورا دي انا عايز بس المقطورة الوراية تمشي عطول مع نفس المنطقة اللي انا ماشي فيها والبقى هيمش وراي شوف يا جماعة الحد ده ده لانا خايف منه ده الحد ده ممكن يخبط في المقطور اللي ورا يودنا في دهية. وبرضو هنا بس وقت خايف من العمود اللي ورا ده. بس ان شاء الله عدت ها? عدت يا جدا. عدت مش هتخبط انا عارف. متأكد من هزا البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوة الله يعطيك الف عافية سلام. اللي ده في تحويدة تانية هنا. لا حاول ولا قواتي اللي لو باخدتش بالي وانها تصدهو. بس ايزي عزيزي ان شاء الله هنقدر نعدها بكل سهولة. يا جدعان الواحد حاس ان هو لو مسك عربية اللي بحاوة هيه هيدمر الدنيا او الله العظيم. بسم الله بسم الله ايوة وسع يسطع لمالك يا زميل. ايوة خليك بقى مسك كده. لا يا جماعة على فكرة مقطورتين سهلة. بس صعبك انا هتوب بثلاث مقطورات على حاجة زي كده. انا عندي سؤال بقى هل في حد يقدر يدخل طريق المنجم ده بثلاث مقطورات. ياريت برضو تعرفوني في التعليقات. وان شاء الله ممكن انا وصاحبي وكان واحد منكم كده ندخل كلنا اونلاين. فربنا يسهل ان شاء الله وندخل برضو في طريق المنجم ده سوا. واحد يقولي ازاي عم بيودة مش معايا اللعبة الاصلية. عادي يا باشا بنتصرف. وان شاء الله نزبط لك الدنيا. بس ربنا يسهل بس نشوف الدنيا كده. بص 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 شوف شو تشيلنا ايه بقى? هو ده بقى اللي انا احبوش يا جماعة. كان نفسي بصراحة امشي مزبوط بالزبط. بس خلاص ببقى ان دول يعني الناس خفيفة على قلبنا كده وهتشيلوا خلاص خلا برضو نحاول نشيلهم ونحاول برضو نوسع هنا من ناحية برضو عشان لسه في تحويلة تانية. من تالي كده خلاص مفيش هنا اي حاجة. بس ده منتو شايفين? والله انا بحاول اوسع يا بنت اروح لي كفين اكتر من كده. لا حاولها لا اقواتي الا بالله. احنا قاسفين يا عمنا العربية يا جماعة نطط كده لحدة مرة واحدة لا احاولها لا اقواتي الا بالله. ايوة طلعت 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 والله انك كفو يا زلمة هت بقى بعزنا كي من جوة ندوش بقى معلم هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحالي يا رب. لالله يا جماعة موضوع جميل صراحة يعني. بص كده في المرأة دي. طب ممتاز جدا. يا عارف انا بقى لو كان عندي اه كم وكده كان ممكن اشغل النقل ده بخاصية اللي هو مسلا ابص بوشي مين او شمال الاقي الكاميرا اللي هو الكاميرا بتاعت العربية يعني تبص معي مين وشمال كان هيبقى الموضوع برضو سهل وايزي خلي بالك. يا ليل تليلي يا ملايل شايفين يا جماعة الطريقة عاملة ازاي? لا يا حول ولا قواتي الا بالله بس على فكرة الطريق جميل خلي بالك. يعني برضه انا فرحان بصراحة ان انا ماشي في طريق زي ده. تحسوا جا طريق محتاج تفكير كتير ودنيا. شوف على مهلك هنا يا زميلي. على اقل من مهلك يا اسطى. بنشوف كده هنا اه ستتاشر كيلو. تسابط على ستتاشر? لا والله بتنزل يا جماعة. يا لهوة يا جماعة طريق مانجا مسلم تبدو شوف يا جماعة طريق نزل ازاي? محتاجين هنا ان احنا بقى نهد شوية او نشغل اللي هي الفرامل بتاعت الماتور احسن لنا. لان الفرامل الماتور هتوب احسن بالفرامل العادية لان الفرامل العادية خلي بالك لما بتسخن وانت في نزل او في طلعة بتلاقي العربية جرت معاك كل سنة وانت طيب. بس انا في حالة انا في اللعبة هستعمل عادة الفرامل العادية وخلاص. بس ممكن عادي يعني نستعمل الفرامل الماتور. يعني بص بتلاقي كده العربية بص هادية ازاي? وبتقل لي كمان لا خلاص يعمل حاجزة وودة سيبها زي ما هي احسن لنا. بسم الله الرحمن ورحيم يا مساهل حالي يا رب. على مالك يا زميلي. اللهم وصل على انا بيشوف اخي شكل عرب عامل ازاي? طب والله شكلها اسطورة. ينهر ابيض مقطرتين غاز. ده كانت تتخير حيني المنجم. التحويلة دي جماعة حساسة برضو مش هتبقى سهلة. يعني لازم دي احاول برضو ان انا اوسع كان موافوض اوسع من الاول خلي بالك. بس ان شاء الله هعرف اجيبها ان شاء الله. واحدة واحدة يا زميلي. بسم الله. ايوة. والبص يا جماعة على الشعرة تقريبا. ايوة الله يعطيك الف عافية بس عشان انا بصراحة شايف هنا برضو حتة كده طالعة في نص الطريق دي دي ممكن توقعنا كلنا دي. وعلى فكرة مقطورة الورى كده كده هتنزل هتاخد من تحت حتة برضو. لان الموضوع برضو هنا صعب شوية. بس انا ممكن برضو اعمل هنا حركة حلوة جدا جدا وهي ايه بقى? كده معلم. ارجع كده بظهرك. ايوة كمان. ايوة ممكن بقى هنا دي دي في الوقت ده ممكن بقى نحاول ان احنا يعني نلحق المقطورة الورى دي. يعني اه شفتوا يا جماعة هو ده الجبل انا بقول لكم عليه. هنحاول بقى ان احنا نحاول كده. طب ازا يع مسلا نفترد في الاولاين لو الطريق زحمة انا هعدي منه ازاي ده والله انا ما عارف برضو. بسم الله ايوة. على مالك يا زميل. انا مش هي المقطورة الورى ما خبطتش ده اهم حاجة بالنسبة لي. شوف شوف نزد التزام شنتو لكم هتنزل. طبعا هنا في الحالة دي لازم احاول برضو ان انا يعني اكون اه دايع على البنزيم والفرامل في الناس الوقت عشان برضو لو طلعت عادة يا جماعة بسم الله ما شاء الله عليها. لو الله طلعت عادة يا بسم الله اللهم صلى عنها. ممتاز جدا هات بقى من جوة كده يا رئيس. واصلا شايفت طريقه اللي عامل ازاي? ده الطريق ده عايز تشغيل دماغة معلم. يا انها رابيض. ده بعشاءه. رهيب دايما ومنهم صغري دايما بشوف اللي هم بتعودت المرسيدس بيجروا في الطريقة او هما او عربية الماء برضو. متلقوا معهم الكلاكس ده. الكلاكس روعى والله. بس انا بقى احسس ان الطرق هنا هتوب بسهلة شوية. عادة فيه تحويضة برضو هنا صعبة شوية. وياسان بقى لو فيه كبري جاي. الكبري ده هيزعجنا والله يا جماعة. بس مبدايا يا جماعة الطريق ده سهل يا عزيز. انت راح فينا معلم. بسم بسم بص بص شو في الدنيا برا يا بتتمرجح. تحس من برا الموضوع صعب اما من جوة عشان انت هنا اللي قاعد في مكسورة الكادة وبالتالي ان انت متحكم شوية. هو اللي جاي في وشي ده يا اسطب على اذنك يا ليلة الليل ده فيه كبري هنا. طب ده الكبري ده هنعديه ازاي ده يا معلم. يا كبير. لا بس يا جماعة نقدر نعديه بكل سهلة على فكرة. اه ده سهل ده يا معلم. مفوش حاجة الله العظيم افتكرته ان هو هيبقى ريخي بشوية. تخيل بقى لو دنيا هنا زحمة مستحيل ان انت تعرف تبشي براحتك. كده لازم بقى تبدا تزنق نفسك سنة يمين سنة شمال عشان تزنها تمشي. وهي سلام بقى لو في بوكس هنا وما بايحس بقى يعد رقبك. الغلطة فورة معلم. شد يا معلم روح شوف يا جماعة من طول الحمولة اصلا العربية مش قادرة. هيعمل حاجة نزل الاكس التاني. نزل الاكس التاني بعد. ايه ده بتطرق لاكس ليه يا اصلا? نحن نزل الاكس التاني تقريبا نيو صح? اه اليوب بنزل الاكس التاني يا جماعة. اللي هو على طول ببورة الكابينة ده اللي بيخلي برضو العربية تحول يمين وشمال مع بتاع الاساسي. اتنوا يعني هربتك لنا هنخفض دلوقتي في في النافق ده. كده بقى المفروض يا جماعة طب ما قدرش اخرم من هنا من الماء خلاص كان غيرك هاشتراع من الميدا. بسم الله. يا عام والله التحويت زي العسل. المفروض بقى هندخل من هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب اسطرة معنا. لا هنا بقى يا جماعة محتاجين ان احنا نوسع شوية. بس هقدر ادخلها ان شاء الله. ان شاء الله هقدر ادخلها. بس لازم برضو نوسع كده سنتين تلاتة. كمان. نحوض بقى على الاخر. لا استنوا يا جماعة برضو نحاول برضو ايه? ان احنا على الاخر وبعين نبقى نحوض بقى. ايوة تحويتها كاملة زي دي. سننا سننا براحتنا. لحد بس مابوز المقطور يجيب اخره. بس فرمل كده معلم نده نلف كده ونرجع الاتجاه التاني. سنة بسيطة مش هنحتاج اكتر من كده. بعد كده ندخل تاني بقى كده بسم الله. يا رب تزبط يا رب يا رب تزبط. خلينا بقى نحاول بقدم كان نحن نفضل لازقين هنا. لا حاسب. حاسب المقطورة لكن هتلبس. مش مهم. ما فيش اي مشاكل. براحتك بقى معلم لحد. لا المقطورة التانية يا جماعة ان شاء الله هتدخل مرتاح ان شاء الله. بسم الله. بسم الله ان شاء الله هتدخل مرتاح. تدخل مرتاحة صح? اه هتدخل مرتاحة ان شاء الله. على مالك ازميل واحدة واحدة. هتكامل نجوه عشان نعيش بس الدور شوية. يا نهار ابيض الله يكون في حين سواء النقل اللي في نفس الموقفي دول. هايوا دخلت يا معلم. بسم الله. لا بس الله ينور يعمل حاجة. الله ينور. ايه يسطل عفور ده كله يا نهار ابيض. بص يا جماعة التعبودة اللي جاء في دي. يا ليلة اللي اللي ملاق. معاني انا حطي النا. معاني الناحسن بنه وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. على مالك يا شد يا سطل. شو يا جماعة بتاعني الزابت اللازينة. روح يا سطل. روح يا مدير الله يعطيك الف عام. بتتغير اللي في الطلعة يا سطل. بتتغير ياخد ده مستفز والله. يا نهار ابيض على التعويض بس شدة. شدة كويس. خليبه لك الاداس بنزيمة عشان احنا على طلعة. بس كويسة ماشي على اتنين وتلاتين ده حاجة جمدة جدا. بس العربية عملاقة يا جماعة. العربية عملاقة حرفين ده. ممكن نسحب بقى قاطر دي. شوف بقى التحويض الجاية الجامدة اخر خمسين مليار حاجة دي. على فكرة قادر عندها بكل السهولة دي خلي بالا. حاسسها برضو شوية. مش اللي هي اللي صعبة بس بقى عايزة نجيب من جوة بقى عشان نعف نحوض براحتنا. والرائب برضو المقطورة التانية بالكابرة التانية احنا ماشيين عشان برضو نحوض ضد يعني انه بص كده. بسم الله بسم الله انا بحاوض سنة بسنة ازاي? صاحبي واه بعلمني السؤال بقول لي يا عم الحاجة حاوض الدريكسيون كله. انا بأفل ان ايه عربية عملاقة يا فاهم انت الموضوع ازاي? محاك الشحنات دي بوضط المفاهم عمدي جدا. ثانية واحدة بس يا جماعة بص على الحاجة هنا. اه بصوا. شفتوا المقطورة الورا نزلت ازاي? انا بقى بصراح ما بحبش المقطورة الورا تنزل كده. مع ان بصراح. ده البتاع بتزحلة ازاي يا جماعة? انا اخر كده برضو. بس طلعت الحمد الله هو ده المطلوب بثباته. بسم الله الرحمن الرحيم. بحاجة نكشير لي الكاميرا تاني. يا نهار ابيض يا جماعة. وبعين الليل بتاعها دي لونها كده. اه يمكن لمبة الداخلية شغالة. ايو 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 اثانية واحدة يا جماعة نفس اللمبة الداخلية او كنتم بفصلها ازاي? كده شغالين. طب انا عايز افصل لمبة نهائي. والله في لمبة شغالة جوا يا جماعة. معين بصراحة دي بيتنور وتشتغل بس مع يعني لما نور اللونة بتاع تشتغل يا لهوة يا جلعة عايز ايو شو بتطلع عاملة ازاي. بس طلعت. اللي عجبني فيها نية جديدة. طلع بواحدة عشان تطلعني اعمل حاجة. يما على التحويدة دي. يما على التحويدة دي. يما على التحويدة دي. لا اله الا الله. دي بقى عايزة فنان دي والله العزيزي عشان يدرزة. طب بقول لك ايه هات كده من جوة سامية واحدة. ما فيش هنا بلاية توريني كده حرف الشحنة من هنا. اه والله يعني مسلا ادخلت كده انا اصلا يعتبر بصوا حرف الكويتش اهو ماشي بالزبط على حرف الطريق. دخلت اه طب دخلت طب الحمد لله. يعني بص الموضوع ايزي اساسا بس اه محتاج بس شوية التفكير بس شايفين التفانين اللي جاية في دي رب نسول بس بعدها نكون وصلنا يعني الموضوع ازاي? حطيت لايك يا ستا? طب ليه يا ستا بتفرج عليه محطش لايك لحد دلوقتي? يا ستا حط لايك? اللايك والله العزيم كل يعني تاكد زرار يا ستا عط لايك يا عام. ليه حوله الا قواتي الا بالله. لازم اطلع لكم يعني مارك هنري يطلع ولكن. هات لايك. انا هاتوا لايك وخلاص بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى الخطفة الجامدة دي يا الله. بص بص شوف احنا فين يا ليل تليل يملاير. طبعا احلى حاجة جماعة في الاكس التاني اللي هو اللي تحت الكرسي انه مسلا نفطيط بوزل عربية طلعوا قدام. الاكس اللي ورا عادي هنقدر نحاول امين شمال ودنيتنا حلو ومية مية. انه بص هنا الدنيا دي طب كويس جدا. بس مشكلة البتاع دي في حاجة جماعة الازاز بتاع شوفه. عامل عاكس صعب ازاي تحس الازاز ده صيني. فعلا الازاز اللي ببقى كده ببقى رخم شوية. طبعا احنا في حالتنا دي يا جماعة لازم نضيق بعد كده مسع سنة بسنة. علشان بس المقطورة الورا نقدر نخيف على الحمل لو فيه تحويدة كتيرة جاية يعني. يا لهوي. انت لك انت متخيل? تسعتاشر الف او او ستاشر الف لا اقول سبعتاشر الف ارب ام. علشان بس العربية تطلع من هنا. لك انت تخيلوا احنا العربية الملكة عندنا اخرها يمكن. عشر تلاف تقريبا لا خمس تلاف بس. طبعا ما اتكلم عن عدات الارب ام دي يا جماعة ده عزم المتور يعني. بس والله ماشي يعني العجب ان هي بتصرخ وحسيسا هي بتجري يعني بسم الله ما شاء الله عليها. المتور الورا ايه الوضع عندك حجة? لا الوضع يا جماعة تمامه زي الفل زي العسل والله. ايوة والله كنا هنوعد دلوقتي يا جماعة لاخبط دست عزم الملغلط. كنت هتوقع كنت هتوقع هنا تحت بس ايش طائزي شغال ماشي. يعني لك هتتخيل بقى انت في مقبر ان انت تمشي في الناس الماشي انها ماشي فيها دي. علشان للشاحنات. طبعا بقى المفروض بقى لو بيفهموا مسلا او سواء اللي بيفهموا بقعد يستنوا بعد لحد ما ايه كل شاحنات عد من على الجسر اللي وحدها. يعني زي انا مسلا كده انا متأكد ان المطور الورا عدت? ايوة عدت? فلازم بقى كل الشوحن ما توقفش هنا. لأ. الشوحن توقف ورا بقى بحيس ان انت تاخد راحتك ايه بقى في التحويضة بتاعتك? بص. اهو. بالشكل ده شايف? اهو. بسم الله. اهو. الورا عد يا اسطح? سانية سانية? لا 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 لا. سانية واحدة. احنا كنا جماعة كنا رغلط غلطة هنا جميلة. كان هتضيع لنا الشاحنة بتاعتنا. بس بصراحة بقى مش عارف ازاي هنعملها دي. انا بصراحة عايز احاوض كده بحيس اخلي المقطورة بتاعت اللي الورا دي خطها مستخيم. ايوة بالشكل ده كده مسلا وبعد كده ممكن تدخلي تاني عادي ولا في مشاكل ماشي نحاول بقى ان احنا نلف كده دفة بالاتجاه ده كده يا رب بس تزبط معا انا اتمنى بصراحة ان ايها تزبط معا اتمنى بسم الله بسم الله. ايوة على مالك لا يا جماعة دي صعبة دي. طب المقطورة التانية دي هتعد ازاي ما نخاف عليها بصراحة المشكلة ان ايها هتوقع. المشكلة الطريقة الداخل لجوة ابن اللازينة. يعني صعبة برضو. يا نهار ابيض طب ربنا يسطر بقى انبص عليها واحدة والله يا جماعة انا خايف. ربنا يسطر. شوف يا جماعة ماشي ازاي? يا نهار ابيض طب ممكن تدخل تانيك سيزمي. يمكن نحاول ننقذ ما تابعا كوازو. هي عموما لو الكويتشات الامامية مسكت الوقت وكويتش فيه خلاص انا كده اتطمن. طب الحمد لله. الحمد لله. الواحد يا برضو يا جماعة خالبا لكم برضو خايف من الحاجات دي اصلا هي مشكلة كبيرة لو حصلت لك انت كده يا معلم. يا لهوة على صوت العربية سمعينه? يا لهوي. ما تديش خيار دلوقت. بتدي خيارني يا بيت. مفوض ده لحوط زرورة هنا بديلي من الاوتوماتيك والمانوان. تخلط طريده يا جماعة لو كان مليان بوتات كان نفسه والله لازمت لها عربات راحة جاية. بس يعني ايه اللي هيخلي العربات هنا ترعي وتيجي الى العربات النقل او لليها مصلحة شخصية جوا. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب بسم الله. وسع يسطع لقد ما تقدر يسطع. ايه وسع. وسع يا زميلي بسم الله. بسم الله. وسع كمان يسطع. وسع الله يعطيك الف حافظ. شوف يا جماعة الدخانة يا لهوة يا جماعة العفار. بس بس ثانية واحدة بس يا جماعة لاننا حسيت انها كنت لا لسه بدل على فكرة. لسه بدل ديك. يعني ادخلنا كمان سنة بسيطة عادة ما يضرش. حلو. ما فيش اي مشاكل. اللي هامش بس المقطورة اللي وارت عدي عدت على فكرة. طلعت منتز جدا. حلو. او هو ده المطلوب اثباته. بسم الله. يا جدعان واحد وعشرين طن. شوف انت اعمل لو انت مسلا اشهد ربيعين خمسين طن هتعملي ايه? ده بالنسبة لي مش حمولة يا حاجة. انا بشير اكتر من كده. يا نهر ابيض. لا والمظلوم في الموضوع ده كله الكوتشات ثم الماتور. او الله الكوتشات عليها حمل كبير برضو خلي بالك. اللي بتحامل تثبت في الارض بتاع. بس بصراحة برضو في نفس الوقت هو الماتور اكتر واحد اللي على الحمل ده كله. بس ايه ده بقى هنا شوية ثانية واحدة ايه يا جماعة انا شكلي اسهيت على نفسي والله اسهيت. والله اسهيت انا عارة. على مالك حاجة. شوية بتاع الحصان ازاي اخبتوا بالكم بتاع الحصان? بس هي كده طلعت خلاص. بس هو ده اللي انا عايزه بالزبط. على مهلك يا زميل. بسم الله. خلاص يا جاعة يا جماعة توقع الطريب بقى مستقيم هنا شوية. ارحمونا شوية يا جدعان. ارحمونا حرام عليكم. ارحمونا. ارحمونا. يا نهر ابيض على الماتور اللي وراء. لأ الماتور اللي وراء بتقول لي ايه يا سطر راح على نفسك شوية. ما توقعتش ان كله هيبطلعات كده ده انا قلت طريق المنجب نفسه واحنا جايين هيبطلعات واحنا راحين هيبطلعات. طلع العكس والصحيح. شغالي يابا الله ينور يابا شغال الله ينور. العربية المفروضة يا جماعة بعد المشوار ده اروح اغير لها زيت. الزيت التحرق اللي فيها. بس بتجري يا بنت اللي زياني جوة حاسسها يعني عادية يعني مش ما بتجريش. تلاتين يا معالم ده احنا طيرين كده. بسم الله على مالك يا زميل. تلاتين برضو تعتبر سرعة كويسة مش احسن حاجة. بس برضو ايه بحاول ان انا ايه استغل. طبعا انا كاتب لي اقصى سرعة عليك سبعين. سبعين فيني يا رئيس. وانا اصلا عارف اوصل للاربعين علشان نجري سبعين. لا بس الطريق هنا حلو يا جماعة. حلو حلو يعني. هو فيه مطبات كده خفيفة جدا بس بحكم ان انا قاعد على كرسي بتاعته مساعدين وكده مش حاسب اي حاجة صراحة. واصلا اصلا بتاع العروية لو تلاحظوا بلف براحة زي بيرجف اصلا في ايدي. يا نهار ابيض عليك. وفرامل المحارج شغال الله ينور. وده اللي انا عايزه بصراحة. عشان ايه بتخلي كده ابا مشي سلانسيهات كده فهم? شوف 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 اول موصل لسرعة بعين ازاي بتشتغل? اول ده المطلوب يزبعته بس. ثانية بقى واحدة هنا بقى كده يا رئيس. دقيقة. وحلو يا جماعة ان المقطورات كلها شغالة فرملاتها. كنت انا مفروضة وسع من بدر عشان اعرف ادخل من هنا. ولكن انا لقد اخذتني السرعة. ولكن ان شاء الله هنقدر نعدي. يا السلام. شوف يا جماعة طوب عالحرف. يهمني بس ان هي تعدي كده. انا انا كنت كان المفروضة وسع من زمان. بس يلا عادي ما فيش اهم شكل. هي ان شاء الله كده هتنزل. ايوة يلا معلم ندوز بقى. بسم الله الرحمن الرحيم يا مسالحة يا رب. بسم الله اعدل بقى تاني كده يا زلمة. فتح لي بس المرية للاتجاه ده. ايوة لا يعطيك الف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. اه قربنا يا جماعة على فكرة. يما انت بتجري ليه كده يا لأ ايه ده شوية. ايه ده شوية خلاص ايوة اخرنا كده ايوة بس كده كده زي العسل بس اهدى على اخر. اهدى على اخر يا سلام الله يعطيك الف عافية. بص بقى معلم هنا الطريق ده بقى. هنعمل كده واحدة واحدة على مهلك كازميلي. وخش خش خش وسع وانت بتدخل وسع كمان وسع واسع عشان مقطور الورق. عدت مش كده. طب الحمد لله عدت كده زي العسل. بسم الله. هنا بقى ما ينفعش سويلا انت ده سيء جوه. صراحة يعني عشان تعرف ايه ان انت تندمج كده ما انت اصلا طول ما انت بركز في الكابينة نفسها هتبص تلاقي الدنيا معاك تماما. بسم الله بص بص شو 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 تحويضة دي بص اللازم تعملها كده. على الهادي براحتك على الاخر. انت مش محتاج ان انت تستعجل. لو هتيجت بص منها تلاقي بص نفسك ماشي جنبل بتعوض بالزبط. هو ده اللي انا عايزه بالزبط بسم الله. ايوة ما اقدرش ليها بص تحت عن كده يا رئيس عشان برضو اركز. بص يا هار ابيض شايف? نبص بس على المقطورة التانية انظامها. المقطورة التانية. اتوقع ان هي ان شاء الله ماشي كويس يعني. يا الله يسطد احنا راكبين على هوا عشان خطرك يسطد. يا هار ابيض. بس حوضت اه? ايوة اعمل حاج تعالى تعالى الحمد الله على السلامة يا الله بسم الله. بسم الله. حبيبي يسطد طبعا عمد انت خالى جماعة ان في حد قدامه اساسا هو يعني ايه وقفل كده بعيد علشان ان نقدر ندخل سوا. النازلة ده جماعة بتفكرني بطريقة السعودية في الاردن. لو حد فكره. بس طبعا بطريق اسود رايح جاي. وبواسع شوية. انا اصدع النازلة بالتحويه ده. بسم الله. ايوة. مدام ما مسكنا احنا الخط ده كده. يبقى احنا كده امرنا تماما مية مية. السلام. اتوقع يبقى فيه تحويه برضو هنا بالمرة. في هنا علامة كاميرا صح? هنا بقى ممكن تصور نفسك تقريبا. الله يعلم بصراح عمر ما جربتها لو حد جربتها يردت يفيدنا. هنا بقى كيف لنا ان احنا بقى ندخل هنا بقى. احنا مفيد ندخل هنا اصلا? نبص كده ده ده انت اجبار هتدخل هنا لازم. طب مش ممكن بس انا ما بقىش في طريق من هناك يستقدر ادخل منه? لا هو ما فيش للطريق ده. طب ما هو في طريق هناك الطريق ده راح فين? والله ما عارف يا جماعة. طب انا ازاي هدخل من هنا? والله انا متحير صراحة. بس هل تتوقع ان انا هقدر ادخل بهذه الشاحنة? والله ما عارف. طب بصوا بقى هنعمل نفس الحيلة بتاعتنا كالعادة. ونبدأ نلف كده اللفة المحترمة دي. حلو? اضرب بقى فراملاتك. نبدأ نرجع برضو كده راجعة عشان بس ايه اخلي المقطورات كلها جنب الحيطة. بس بحيس برضو ان انا ادخل هنا كده تاني برضو دخل كده محترمة بعد كده ايه حاولة لف كده واحدة واحدة. بسم الله. على مالك يا زميل. على مالك يا ست. الله يعطيك الف عافية. اللهم صل على النبي عليك. وسع بقى انت كده سنة سنة من هنا. يا جماعة محتاجة تفكير وعصر الدماغ. بس انا عايز اقول لك الطريق مسعب ومسهل وفي نفس الوقت تده تخلصه في وقت قصير برضو. بس زم انتو شايفين مجرد ما مقطورة الورس تلمت زمانة مستلم كده خلاص المقطورة الاخيرة هتحوض عادي ان شاء الله رب ناسها. شو انا مش على حرف ازاي? على مالك يا حج خدي راحتك على الاخر والله انا ما مستعجل. على مهلك. شوف شو 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 شو. ايوة. عدت? عدت ان شاء الله انا عارف ان هي هتعدى ان شاء الله. الله. اهمش ايه بس العلامة? اللهم صل على نبيه. طبعا انا كثير لعشرة تنة بس. احنا ماشيين بسبعتاشرة تنة. لك انت تخيل? المفروض كان يحط هنا ميزان. كواس انهم مش حطين. كان زمانة راجعين دلوقت. يا نهار ابيض. لا والله بصراحة الموضوع خطير. انا عجبني والله العزيز. طبعا ده هنا سد يا جماعة زي ما انتم شايفين? ده السد ده. عشان تيجي تبص الاتجاه التانية مفيش مية ازاي? ما هو كله بسبب السد ده. شوفوا ده انا ضيعت نفس ازاي انا بشرح لكم السد. مفروض كنا ندخل من هنا يا شباب. مفروض كنا ندخل من هنا يا شباب. طيب. احنا يعتبر يعني اوه بص يا جماعة الاكساد فين? بكره الاكساد دي كور يا نهار اميد عليها. بتختفي كده وبتظهر لما قرب لها. طيبا انا انا اعمل حاجة جوا في اللعبة بخليها تختفي. يعني مفروض ان انا خالها تزهر. على مهلك بقى يا حاجة. لا 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 وسع برضو وسع الاخر برضو. لا كده احنا روحنا فيها. ثانية واحدة يا جماعة. ان شاء الله توسع. انا بحاول اوسع بقدر الامكان. طب كويس ان فينا حتة برضو عشان اخدرحت وانا بوسع. انا بقدر الامكان اصلا مش عايز المقطورة نفسها تخبط في اي حاجة. عايز اوصلها سليمة. بس انا كيفين? قدرت تطلع وتوصل. بسم الله ما شاء الله عليها الله ومصلى عن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بقى من جوه كده يا ريس. يا ليلة الليل. شوف الناس اللي عامل ازاي. بس على فكرة الناس اللي دي ايزي يعني. مقارنة احنا عدناها المرة اللي فاتت ده ايزي ده كله. بس برضو لازم نهدى برضو خليك فاكر ان انت شاء القطنان مطننة فوق يا زلمان. بسم الله. بسم الله. على مهلك. على قل من مهلك. ايوة. 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 بص 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 بص. ايوة. طلعت 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 طب كويس كويس كويس. اعتبر انا ما في. لا الموس على يا جماعة مش عارفة بص جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا برضو في تحويدة برضو تعتبر لذيذة ومش لذيذة في نفس الوقت بس عادي يعني هتتعدى بكل السهولة. بسم الله دي برضو عايزة تحويدة كده فهم انت الموضوع ازاي? ومع ضربة فرامل طبع عشان برضو نتشايك. نشوف الدنيا وراء تبقى عاملة ازاي? بسم الله الله مصال على النبي الله اكبر عليك يا بنتي والله العظيم انت حاجة جميلة جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحالي. شوف يا باشا التحويدة عاملة ازاي? نعم انها التحويدة الخارقة يا زلمة. انها التحويدة الخارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عدينا على فكرة. وصلنا يا عمل حاجة خلاه. يا نهار قبل بس كده سيت. شفت بقى موضوع ازاي زي. لا 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 لا. ايه الفرق ده يا جماعة? والت مش خايفين يا جماعة? العربية توقع تحت ولا حد ما عندي يقع? لا حاول ولا قوات الا بالله. بس والله يا جماعة الطريق جميل. احنا اخدنا فيه بالزبط تقريبا نص ساعة بالزبط 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 يعني. وممكن اقل كمان من نص ساعة. وممكن لو واحد محترف يعدي نكب الزبط في عشرين تلاتة عشرين ديها بالزبط يعني. خلا بس ندخل نركلهم المقطولة دي جوا. على مالة كازميلي طبعا كده كده المقطول اللي وراء خلاص حفزة المسارة وانا حفزتها. يا سلام. فين يا ابني بتاع الغاز بتاعك ويا ابني. تقريبا هنا جماعة بتاعتي الغاز يمكن هي دي. نبدأ نركل لهم هنا بقى. والله يعين بقى على الرجع بقى ما دي اصلا خلي باك دي عهدة معاك مفوض تسلمها. بس مفوض بقى نركل هنا كده بحس ننزل لهم شحنة الغاز. ونبدأ بقى نرجع ان شاء الله. بس كده شباب كده نكونوا صلاة الحلقة ولي ايه رايكوا بقى في الموضوع ده. موضوع جامل مش كده. بس انا بصراحة والله عجباني جدا حتة الطريق ده. انا بحب بصراحة التحديات الصعبة دي. فلو انت عندك طرق تانية نمشي فيها بالتحديات دي زي دي. ما فيش اي مشاكل بس اكتب لي اسمها او ابعتلي في الدس او حط لي مسلا لو في حاجة مسلا في الماب اصلا بتاع اوروبا نفسه. بعت لي بالمكان بالزبط يعني مسلا قول لي ده اسم المكان كزا كزا. وان شاء الله بنروح ونجرب الطريق بتاعي. يلا اشوفكم على خير في حلقة جديدة. واكتبوا لي تحت في التعليقات. عايزنا الحلقة الجاية نسافر بكمة اطورة واحنا مسافرين نحكي قصص ولا يعني نسافر في طرق صعبة زي دي. يعني مسلا نمشي في خط مستخيب احكي لكم قصص وبتاع ونعد ندردش مع بعض ولا نفضل ما شب في طرق مؤقتة زي دي. يلا اشوفكم على خير في حلقة جديدة وفي امان الله مع السلام. اشتركوا في القناة